تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عدداً من مشروعات التطوير لإعادة إحياء القاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل ونسب تنفيذ الأعمال وتبع رئيس الوزراء مشروع إقامة فندق سياحي لطابع تاريخي بموقع وكالة الشربجي موجهاً بسرعة صرف الطعوضات للمستحقين من أصحاب المباني التي سيتم إزالتها واستكمال ترميم كافة المباني ذات الطابع الأثري والتاريخي بالمنطقة مع الاستمرار في توحيد الواجهات في شارع المعز لإطفاء هوية بصرية لهذا الموقع الأثري المميز وتبع رئيس الوزراء أعمال تطوير درب اللبانة وإعادة إحياء المنطقة بما في ذلك أعمال تطوير حديقة مسجد المحمودية ووجه مدبولي بإلاء أهمية كبيرة للمساجد الأثرية الموجودة في محيط ميدان درب اللبانة وخاصة مسجد السلطان حسن الذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية الإسلامية في مصر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا